يعني مرة واحدة كده الدنيا هي في الاخر ما بتضمش وفي لحظة ممكن تبقى موجود وفي لحظة ممكن ما تبقاش موجود بس بصراحة حالة الحب اللي احنا شفناها من كل الجماهير ومن كل الناس ومن أسرته ومن حتى في دفنته وفي عزاوه وحتى ساعة ظهوره خلى الناس كل جمهير الكرة في مصرية الجمع ودي حدث بصراحة حاجة جميلة ومشوفناهوش يعني كل جمهير الكرة في مصرية أهلوية زملكوية اسمع اللوية الناس كلها كانت بتطمم من أول الحدث من ساعة ما وقع في الملعب كلنا كنا متابعين الموقف وكلنا كنا متأثرين وبعد كده رجع تاني وبعد كده سبحان الله ربنا طبعاً هو يعني ما يغلاش على اللي خلقه يعني بس ارتبطنا بيه يعني أحمد رفعت بصراحة كلنا أطفال صغيرين ناس كبار والدتك والدك هتلاقي حالة الحزن دي موجودة في الشر الرياضي بس بصراحة ظهر حاجات كتير قوي ظهر قد ايه ان احنا عندنا مشاكل في الرياضة وبقالنا كتير مشاكل مستمرة سواء مع اللعيبة سواء مع الإداريين سواء مع مجلس إدارة أو مع حكام في كل المنظومة بصراحة فيه أخطاء عندنا أخطاء كتير جداً موجودة وبنقعد نتكلم عليها أولاً قبل ما اتكلم في موضوعه والنهاردة أنا بقى مش هطلع يمكن أنا الفترة الفاتكة يتنزبته هتسألني أنت ما طلاش تكلم ليه أولاً الحمد لله واحد والله دايماً بيقدر بيقدر أسرته وبيقدر الناس حالة حالة من الحزن مش ممكن أنا عشان خاطر أنا أبراهيم سعيد فلازم أطلع أتكلم وأنا مش على دراية بالحوار كلام كتير جداً وأقويل وتصرحات وناس هنا بتتكلم وده بيتكلم على ده والخطأ كل واحد في موقف عمال يرمي الخطأ على التاني أنا مش من نوعية دي أنا بحب دايماً أشوف وبحب أتابع وبحب أشوف الموضوع من بدايته ماشي إزاي عشان خاطر لما أجتلع أتكلم معاكو أنا ولا بصفح حسابات مع حد ولا مع حد ولا ضد حد أنا مع الحق حزين على الموقف اللي حصل ده لأنه ممكن يحصل مع أي حد ممكن يتكرر مع مع لعيبة مع مدير فني مدير إداري مدير كورة ممكن يحصل مع أي حد يعني الموقف إن حد هو يعني شخصيته شخصية محترمة وأنا والله يمكن يعني أول مرة أقول حاجة زي كده أنا يمكن شفته من سنتين من سنتين بالزبط تابعنا كده صدفة كانت بعد المنتخب والله كمة الاحترام وكمة الزوء وعارفين أنتوا الشخصيات يعني دايماً بيتقال على لعيبة كورة بالبلد كده لعيبة كورة صايع تلاقيه بيناكش دوت وبتكلم مع ده وبينكش هو من الشخصيات المحترمة هادي جداً وممكن يكون خجول ممكن يكون ملوش صوت مبيتكلمش مش بتاع مدخلات مش بتاع مكالمة مش بتاع إعلام مش بتاع سوشال ميديا مركز في الملعب وهو ربنا يرحمه يعني كان هو دي الشخصية بتاعته وكل واحد دي الشخصية بتاعته ودي حاجة بصراحة يعني حاجة محترمة بنشوفهاش كتير خصوصاً مع لعيبة كورة مع لعيبة كورة دايماً تلاقيه لازم بيخربش لازم يتكلم مع دوت ويتخاني مع دوت ويحصل مع مشكلة مع ده فده طبيعة كورة أنا لما تعاملت معاه وعلى فكرة الوقت اللي أنا قابلته على فكرة كان الحوار اللي حصل مبينه ومبينه رحمة الله عليه انه كان مفهود انه رايح الاهلي وده هرجع له بس في الآخر كان مفهود انه هو رايح الاهلي وكان فيه كلام